ونخذكو جولة حول العالم ونروح لبريطانيا وشابة في بريطانيا اسمها رشال عندها 19 سنة المفروض انها كانت كذبة جايزة اليناصيب قمتها تقريبا 182 مليون جنيه سترليني لكن بسبب خطأ بسيط عملته هي وصحبتها رشال كان عندها الارقام السبعة المتطبقة في اليناصيب وجالها تأكيد من الموقع واتصلوا بيها المنظمين وأكدوا لها انها كذبة وان الارقام فعلا صح لكن للأسف الموضوع ماكملش لحد الآخر ومش هينفع تفوز بالجايزة لانها ما دفعتش تمن التذكرة من خلال حسابها اللي اندفع من حساب تاني متخيلة 2 جنيه سترليني ممكن يوقع واحد فيه غلطة ضيعت حاجات كميرة اه جنيه تقريبا سترليني بواحد وعشرين ومص حاجة كده بـ 22 جنيه سترليني يعني بـ 45 جنيه لـ 2 تخسر 182 مليون جنيه يسمحوها والله بيبلغوها ليه طيب يسمحوها والله ما كده حيجيبولها جالطة كده مش حيبا يعني هتعمل ليه هي بعد ما يبلغوه طيب مواطن مواطن ياباني ضرب أفضل مسأل في الوفاء لزوجته وده بعد ما فضل يغتص في عماق البحار على مدار عشر سنين متواصله وعنده أمل في الأصول إلى رفاة زوجته اللي توفت أثناء كارسة صنامي شفت الوفاء طبعا هو لقى حاجات كتير لكن كلها متتعلقش بزوجته ويعني إنه يفضل يدور عليها بعد ده كله يعني أعتقد دي حاجات نادرة ومش موجودة كتير طيب سمكة بقى كمان يعني من النوع النادر قوي تمانها يعدي لتنين مليون دولار وقعت في شبكة صياد نيجيري ما كانش يعرف الحقيقة تمانها اللي ضحك في الموضوع إنه استادها وراح البيت وكلها ومش بس كده لأ كمان وزح حيثت منها على الجيران في القرية اللي ساكن فيها والسمكة الاستادها أسمها سمكة المارلين الزرقاء واللي بيقدر وزنها بـ 38 كيلو جرام وسعر الكيلو الواحد منها بيوصل ليه 65 ألف دولار أنا عايز أعرف هو جراله حاجة بعد ما عارفه أنا عايز أطمن عليه بجد والله ووزع الجيران وكده يعني هو برضو كريم ده أنا شفت الفيديو هو بيقطع السمكة يعني لحقاني أوه هو بيقطعها عارفة أمقسمها كده وعمل علامات كده زي ما نكون جايبين وإحنا صغرين كان نجيب شكورتها ونقسمها بين أخوات نقسمها بعلامات كده ومقسمها وبيوزعها على الجيران والحباي متخيلة الرقم عامل إزاي؟ متخيلة خاله هو خسر إيه؟ يعني هو أكيد مش عارف ودي حاجة كويسة طالما وزعها كده وكلها واتبسط هو مش عارف أشوفها بس أشوف كسب صحياته وإلي كسب صحياته يا أستاذي؟ صح كسب صحياته كسب صحياته بكام؟ بـ 2 مليار دولار؟ الصحة لا تقدر بماي؟ ونعم بالله طيب 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 فيه فريق بقى قرر أنه يخد مغمرة خطيرة جدا وهي تصميم خيم مريحة وقوية في مدينة كانيون بيقل بوسنة على ارتفاع 200 متر من وادي أكر وتم تنفيذ الفكرة وتعلقت الخيم في الجو وتعلق فيها 19 شخص من الرياضيين المغامرين في 17 مرجيحة شبكية لمدة 4 ساعات في المرتفعات أنت كنت بتكلم عن أنك عندك فوبيا من الأماكن الضيئة طيب بالنسبة للمرتفعات هو أنا بس ما يبقاش حد معي عشان التوازن ما يختنش هو دل أنت خايف منه ما يبقاش حد معك يعني ما تقع تقع لوحك مش عارف الله ما يبقى كده ليه طيب نروح يا كولومبيا وسيدة صورت فيديو لطائر نادر خافت منه في الأول أول ما شفيته وبعد ما تم تداول الفيديو الناس أطلقوا عليه اسم الشبح الطائر ده بينتمي لفصيلة الطيور الندرة والمعروف باسم بوتو وهو من فصيلة الطيور الليلية اللي بتعيش في الجزء الجنوبي من القرى الأرضية طيب يطير حتى يعني يعمل أي صوت مش هو طائر؟ هادية دلطار والعمل صوت شبح ليه أعزي أعرف مش عارف مش عارف شبح في إيه كده تأيمن شكله عشان مخيف شوية فسموه شبح شكرا 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 شكرا